نبدأ الصحف بتحديدا من الأخبار حيث كتبت عن الرئاسة هيام القصصي في معركة عون الرئاسية تغيير قائد الجيش تقول كشفت أوصات في قوة مني أذار للأخبار أن الرئيس سكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون طلب من رئيس الجمهورية ميشيل سليمان تغيير قائد الجيش العماد جانقهوجي وتعين العميد شامر روكز مكانه لم يقبل سليمان هذا الطرح رافضا بنحو جازم طرح هذا الموضوع وخصوصا على أبواب نهاية عهده لأسباب أمنية وعلى الأقل حتى لا يلزم الرئيس العتيد أي أن تكون هويته على افتراض أنه ليس عون بقائد للجيش ليتعايش معه في الأعوام المقبلة بعد رسالة عون طرح وزير الخارجية جبران باسيل ملف التعيينات الأمنية على طاولة مجلس الوزراء الاثنين الماضي ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة من داخل مجلس الوزراء أن باسيل لم يهدف من خلال طرح موضوع ملء الفراغات العسكرية في المجلس العسكري فقط مواجهة التعيينات التي طرحها طيار المستقبل إذ أنه طور اقتراحه في لقاء جانبي مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تمام سلام ليصل مباشرة إلى عرض استبدال قائد الجيش وتسمية روكوز لم يكن جواب سليمان وسلام ملتبسا بل رافضا بوضوح حتى أن سلام بدى مستغربا توقيت الطرح ومناسبته وإن كان هو وسليمان تفهما إم كان تسمية أعضاء جدد للمجلس العسكري وقالت الصحيفة أن أوساطا ديبلوماسية غربية أبدت استغرابها لما نمي إليها بشأن المطالبة بتغيير قيادة الجيش حاليا في وقت تعد إيطاليا مؤتمرا دوليا مع هذه القيادة حول الجيش بعد فرنسا وتكثر المطالبات الدولية بتعزيز وضع الجيش ودعمه لسيما في مجال مكافحة الإرهاب هذا ونقلت أيضا هيام القصصيفي عن أوساط سياسية أنها لم تفهم من توقيت طرح عون اليوم تزكية مبكرة لصهره بقدر ما هي محاولة لإزاحة قهوجي عن السباق الرئاسي قبل انتهاء المهلة الدستورية وقالت إن معلومات أكثر من طرف تتقاطع قبل أو حول الإحاطة بالجيش في الوقت الراهن فبالنسبة إلى الطرف الشاعي فقد فوجئ رئيس المجلس النيابين بيهبري بتوقيت هذا الطرح ومناسبته فاللحظة ليست مؤاتية اليوم لأي تغيير في وضع المؤسسة العسكرية وبغض النظر عن هوية الأشخاص فيها لأن الظرف الأمني لا يسمح بإحداث خضات قبل حسم موضوع رئاسة الجمهورية وعندها يكون لكل حادث حديث أما موقف حزب الله فلا يزال غير واضح من هذا التطور الجديد من جانب حليفه عون في الجانب السني هناك وسط سياسي يعول على حكمة سلام في إبعاد فتيل التفجير عن الحكومة والجيش وأيضا نقلت الأخبار في هذا المقال عن أوصات مطلعة أن ليس من مصلحة أي طرف أن يهتز الجيش حاليا وأن هذا الصراع لا يخدم الجيش الذي تنتظره أحداث وتحديات لا تزال تعمل على إغراق البلد في الفوضى فضلا عن أن تيار المستقبل رغم كل الحوارات الجارية مع عون لا يمكن أن يقدم اليوم على تأييد هذا الخيار المبكر وتسليف عون مثل هذا الخيار قبل حسم رئاسة الجمهورية لا سيما أن على كتف المستقبل حملا اسمه سمير جعجع أيضا في الأخبار وتحديدا فيما قل ودل أشارت صحيفة الأخبار إلى أن رئيس حزب الكتائب اللبنانية أميل جميل يبدأ يوم السبت جولة خارجية تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في إطار حملته للانتخابات الرئاسية في لبنان وقالت الأخبار أن الجميل سيستغل هذه الجولة للبحث في إمكان عقد اتفاقات تعاون بين مراكز دراسات وبين بيت المستقبل مركز الدراسات التابع للكتائب الذي ينوي الحزب نقل مبناه من النقاش إلى بكفية ننتقل إلى السفير وما كتبه نبيل هيثم لماذا صارت الخطة الأمنية مسموحة يقول في مقتطفة هذا المقال لعل الحقيقة البالغة الدلالة التي أكدتها الخطة الأمنية في طرابلس هي توحد أبناء المدينة ضد الحرب والاقتتال وكل أشكال الفوضى وما المشهد الصاطع في رمزيته الذي تجلى في التقاء الفقراء المنكوبين البسطاء في التبين وجبل محسن إلا ترجم صادقة للإرادة الشعبية في مدينة العيش الواحد ولعل الحقيقة الثانية التي لا تقل أهمية تبدت في حضور الجيش اللبناني في قلب الحدث الطرابلسي وضمن بيئة حاضنة له لطالما سعى البعض إلى تبديل مزاجها وأخذها إلى غير مكانها يقول نبيل هيثم من حق الطرابلسيين ومعهم سائر اللبنانيين أن يدركوا أولا أن الجيش لم يكن عاجزا وأصبح قادرا الآن بل كان قادرا وإنما معطل الدور وبلا غطاء فعلي ثانيا الجيش مر في أحداث الشمال في أصعب وأقصى تجربة ورغم المناخ المذهبي والتحريدي والتشكيك والتصنيف والتطبيق والمذهبية والتكفير للمؤسسة العسكرية والاستهداف شبه اليومي لأفرادها عض الجرح وتحمل وأفشل محاولة عفوا جره إلى الصدام مع الناس وحدته كانت الأساس وكذلك الحفاظ على تمسكه والنائبه عن عواصف التحريد السياسي والمذهبي التي كان أبطالها بعض النواب الزرق الذين كانوا حتى الأمس القريب يطالبون بالاقتصاص من الجيش أفرادا وقيادا ثالثا يقول نبيل هيثم أن الجيش أكد للجميع مرجعيته وأنه الوحيد الذي بقي على ثوابته ولم يتزحزح عن وطنيته في التعاطي مع الجولات الحربية ومحاولة إطفائها ونزع ألغامها ورسخ في ذهن الجميع أيضا أنه كان ولا يزال المذاء لاذ الوحيد في اللحظات الصعبة وأنه بدل أن يذهب الجيش إلى السياسيين ووفق إرادتهم عاد الجميع إليه وسلموا بموقعه ودوره ومرجعيته وفي مقدمهم أولئك الذين وضعوا المؤسسة العسكرية على منصة التصويب طيلة السنتين الماضيتين يضيف نبيل هيثم أن مسؤولي المحاور الذين هربوا أو هربوا لم يكنوا سوى أدوات منفذة ومن كان يفتع المعارك ترابلس هم قادة المحاور الأصيلون من سياسيين ومشايخ ومن حق ترابلسيين ومعهم سائر اللبنانيين أن يقفوا على توضيحات وإجابات تبعا لما تقدم لا تستطيع قيادات ترابلسية أن تؤكد أو تنفي ما إذا كان للتطورات العسكرية السورية على مقربة من الحدود اللبنانية دور في تعديل المشهد الترابلسي حاليا والعرسلي لاحقا لكنها على يقين أن حرب ترابلس هي بند أساسي في أجندة العبور إلى السلطة وهناك من يقول في هذا السياق لقد أدركت ترابلس أن ما حصل فيها كان هدفه الوصول إلى السلطة من قبل الإقطاع الحديث هذا الإقطاع يريد أن يستأثر بالسلطة ويرفض أن يقبل بغيره أو أن يرى غيره في موقع رئاسة الحكومة ومن أجل ذلك هم مستعدون لتخلي عن كل شيء هو أول الغيث أنهم بعد وصولهم ومقابل مراكز في الحكومة تخلوا عن مسلحيهم والحبل على الجرار ننتقل إلى النهار وأسرار الآلهة تقول النهار فيها يحاول حزب بارز معرفة ما إذا كان اللقاء بين الرئيس الأمريكي والعهل السعودي في الرياض انتهى إلى اتفاقا على تزويد المعارضة السورية السلاح المتطور وما هو نوعه بعد تضارب المعلومات في هذا الشأن ثانيا يتبين من احتساب أصوات المراشحين للانتخابات الرئاسية أن مراشحي 8 أذار يعوزهم الصوت السني ومراشحي 14 أذار يعوزهم الصوت الشيعي وأخيرا تسأل وزير سابق هل تحديد 5 أيار موعدا لعقد جلسة لهيئة الحوار معناه أن لا انتخاب لرئيس جديد قبل هذا الموعد في الديار أكدت مصادر عفوا وسطية أن زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى السعودية لم تحمل متغيرات كبيرة ما يدل على أن الرئيس القادم إلى بعبدة سيكون تكمل للوضع الحالي وصورة طبق الأصل بمعنى الرئيس التسوي الذي يكون حائزا على دعم الفريقين الإيراني والسعودي ورأت الديار أن الجميع يلعب في الوقت الضائع طالما أن كلمة السر الإقليمية والدولية ليست واضحة وحاسمة في هذا الموضوع على الرغم من أن هناك أجواء حول إمكانية حصول الانتخابات الرئاسية في مواعيدها وتأجير رئيس مجلس النواب لبناني لعقد جلسة هو في هذا الإطار وأشارت مصادر للديار إلى أن هناك مسعى على خط بكركة عين التيني والمختارة قد ينتج التوافق على رئيس ضمن المهل الدستورية وقبل الختام لابد من العودة إلى الأخبار وخبر كتبه تحقيق عن سوليدار كتبه محمد وهبي يقول فيه كشفت مصادر في شركة سوليدار أن الإدارة تسعى إلى صرف نحو 120 موظف فضلا عن أنها أغلقت عددا من المطاعم والمقاهي التي تملكها في وسط بيروت بسبب الأكلاف الكبيرة التي تكبدتها جراء الانحراف في عملها من التطوير العقاري نحو إدارة المؤسسات السياحية وقالت الصحيفة أن هذا الأمر حفز الخلافات بين أقطاب المسيطرين على الشركة وأدى إلى إجراء تغييرات في الإدارة أبرزها تعيين جمال عيتاني مديرا عاما بدلا من مدير الدويدي وشجع تجار العقارات ورجال الأعمال الذين لديهم مصالح مع هذه الشركة على الاعتراض على الإهمال اللاحق بهم أخيرا خبر بعيد جدا عن السياسة حيث وجدت دراسة جديدة أن قضاء الوقت في ضوء الصباح قد يساعد على النحافة وقد وجد الباحثون في جامعة نورث وسترن فينبرد للطب في شيكاغو أن الأشخاص الذين يتعرضون للضوء صباحا أكثر من باقي النهار يميلون أكثر للنحافة مقارنة بأقرانهم وقيسة مدى التعرض للضوء من خلال جهاز مراقب خاص يلبس عند المعصم كما قيسة مدة النوم لمدة سبعة أيام هذا كان كل شيء في الصحف عود إليك مالك